اصعب حاجة انك واحد يهينك يضربك طب هو بيهينك ليه؟ انت مفروض بيدي له فلوس وبيعملك خدمة هو بيهينك ان انت بيعملك معاملة انت بالنسبة له وسيلة فلوس انت بضاعة بضاعة يفعصك كنا بنركب فوق بعضنا موت ولو اعتردت هناك ولو اعتردت بدرب واشتينا وبصراحة عذاب والله العظيم مبسم بالله عذاب انت اول مرة لقيت ان فيه اتصال بيحصل انتو الانقاذكم الخفر الصح للليبي تمام صح؟ تمام فضلتوا عادينا عندهم فضلنا عادينا عندهم اه امتى بقى اول مرة تتصلوا بقى ببلدكم امتى بقى اول مرة يطلع لكم حد مصري يقول لكم احنا موجودين بسا امتى بارفو انا عارف انه من تارف من ابو خالد انه بعدها باسبوع كان تم تبليغة عن طريق السفارة بانه احنا عارفنا انكم الحمد لله ربنا كتب لكم اه النجاة ومنرتب رجوعكم صح؟ تمام ايه اللي حصل بقى اللي حصل بعد ما رجعتوا ازاي يعني حكيلي من ساعة ما كنتوا في ليبيا لغاية لما دخلتم المطار هنا رحنا لحضرتك سجن الزاوية سجن الزاوية قعدنا فيه فتشونا وقلعونا هدومنا واللي معاها تليفون بياخدو كلام ده كله مثل اوش والكلام ده وبعد كده رحلونا على الكتيبة بتاعة الكابوتي اه الكابوتي ده كان بعملنا معاملة حلوة بصراحة اه حافظ علينا وكان كويس معنا جدا وعملنا معاملة حلوة وما كانش بسيء معاملته معنا كان كويس تمام لغاية لما وصلنا للسفارة المصرية وحضرتك السفارة المصرية جات قالت لنا هتركبهم وتراوحوا بلكم قلنا الحمد لله وعدنا نحمد ربنا كتير اول ان احنا خلاص الحمد لله ان ترجع تحضي الله السلام الحمد لله